السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوان والأخوات الكرام مرحبا بكم في حلقة جديدة من أخبار إيطاليا الحلقة ذي تسعوذ في شهر 11 سنطرق فيها للعديد من الأخبار خصوصا أخبار اللي تخص الجالية المغربية سنرى الأخبار اليوم وذي الأمس وسن تكلمون على خبر اللي صراحة الترفية هو ذي الوفاة الشاب مغربي 26 عامي الله دارها نهار الحد اللي داز سنقاطع السكب الليل هو صديق آخر وغيدربهم يا إخوان فريتشا روسا سنطرقوا التفاصيل كيفما أنه غريب نتكلموا يا إخوان وهذا خبر اللي هو غريب وعجيب هبوط طائرة التراريا في المطار دي المدينة روما في يومي تشينو بسبب كلمة أحب الله اللي كتبها مسافر مصري في واحد الورقة سنطرقكم التفاصيل كيفما أنه غنشوفوا مواطن مغربي آخر في مدينة في شمال إيطاليا للبوليسي إخوان حيت كيرمي للأزبال حشاكم في مكان غير مخصص قلبوا عليه حتعيا وفلخر داروا كاميرات وتعرفوا عليه بطريقة اللي هي غريبة والغرامة اللي كتنتظروا غرامة قاسحة وقاسحة بزاف غنتكلموا على التسكانة نشرة تحذيرية من لون برتقالي كين تخوف لأنه من اليوم احتل الربعة دي الغدة كين أمطار غزيرة تم إغلاق العديد من المدارس في عدة بلديات وغنعتكم الأسماء دي البلديات كيفما أنه غنشون تكلموا كذلك على أمريكا تعلن أربع ساعات يوميا كهدنة إنسانية في القيطاع دي الغزة الحمد لله واشكروا لله حسن من والو وإن شاء الله راخد دامة ديبلوماسية باش هات السرع كله يتوقف غنطرقوا التفاصيل لحاصيلة والأشياء اللي وقعت على الساحة الدولية فيما يتعلق بهذا الحرب كيفما أنه غذين تكلموا على توقيف معلمة هنا في إيطاليا وحاليا راكي تكلموا عليها الصحف كثيرا معلمة عربية بسبب وحد ستوريا في الإنستغرام على الحرب واللي صراحة تدخل ديالها ما كانش في المحل دياله وقالت أشياء اللي هي غير مقبولة نهائيا في الدول الغربية يعني خط أحمر وبواحد نسبة كبيرة هذ المعلمة ديال الرياضيات غيتم طرد ديالها غنتكلموا كذلك على الطرد ديالجوج ديال المواطنين واحد مغربي والآخر جزائري بسبب إخوان الإرهاب وتشكيل خطر على النظام العام المغربي يا إخوان مش هرس الصاليب اللي كيكون في الكنيسة ديال ثلاثة ديال الكنائس في حين أنه مغربي آخر مش هبشي تزوج ودوه للسجن لأنه كنت نتعذره عقوبة سجنية غنتكلموا على هذا الشي كامل كيفما أنه غدي نتكلموا على الطفلة البريطانية اللي تعطاتها جنسية إيطاليا في تمنية ديال الدقيق الجديد اللي وقع اليوم وصراحة كل شخص عنده الرأي دياله في هذه القضية كيفما العادة كان بغير شكركم جزيلا شكرا على الدعم ديالكم للقناة والناس اللي ما مشاركاش اشتركوا باش بقوا تصلوا بالجديد إن شاء الله فهذا الفقر يا إخوان غادي نطرقوا الأخبار ديال الجالية المغربية اليوم الأخبار غادي تكون كثيرة بحكم أنهم اطرقناش لها هذه يومين والأخبار اللي غا تسمعوا اليوم راه نوعا ما غريبة ما كتدخلش للعقل أول خبر اللي غادي نبدو به ما كيخش الجالية المغربية ولكن خبر اللي انتشر يا إخوان في مواقع التواصل الاجتماعي هنا في إيطاليا بسبب أنه واحد المواطن مصري كان في واحد الرحلة اللي انطالقات من مدينة باريس الفرنسية وكانت متاجها إلى مدينة القاهرة المصرية هو مصري عنده إخوان تتعودوا 20 سنة في واحد الورقة غا يكتب I love الله يعني أنا أحب الله وهذه الكتبة اللي كتب خلأ أنه إخوان البيلوت ديال الطيارة انزل الطيراريا في وسط طريق يعني ممشاش إخوان حتى القاهرة ولكن انزل في مدينة روما المطار ديال في مويتشينو وبطبي يتحلي إخوان النزول كان اضطراري وفي الانتظار دياله كانوا كذلك القناسين ديال رجال الشرطة يعني ناس اللي موجدين إخوان المكحلات ديالها وكتسن النزول ديال هات الشاب باش احتقي لا تحركوا لا شكل خطر يتيروا فيه يعني باش تخيلوا معاي إخوان هتصدع كامل على الكلمة ديال أحب الله وبطبي يتحلي إخوان اللي كين هو أنه هات الشاب عنده مشاكل صحية الوقيت اللي طلع في الطيارة قبل ما ينطالقوا جاتوا عكا صحية وبسبابه طيارة دارت واحد الروطار ديال ثلاثة ديال السوية المضيفات ديال الطائرة أعطوه بعض الأدوية اللي عندهم يا إخوان في الطائرة وقبل ما يعطيهم ليه خصو يمضيع للموافقة بلأنه غي ياخد هذوك الأدوية ويعني لكانت شيء أعراض جانبية غي تحمل المسؤولية هو بطبي يتحالف هذيك الورقة كسب اسمية والكنية وجميع المعلومات دياله وفي الورقة التحت كسب I love Allah لو قيت اللي شافوها المضيفة ديال الطائرة غي يعلموا البايلوت البايلوت قال هذا غي يكون واحد الإرهابي أو الشخص اللي هو يمتطرف وخوفا أنه يدير شي حاجة نزل طيارة في مدينة روما مني نزلوه جودروا ليه المراقبة تبين بلا أنه الشاب ما عنده تشي علاقة بالإرهاب وما عنده حتشي مشكين وما عنده تشي علاقات بجمعية إرهابية ولكن طائرين إخوان اللي كان ركب فيها مطالقات بلا به يعني هو بقى في روما وهم مشوا إخوان كملوا الطريق ديالهم إلى مدينة القاهرة المصرية يعني خبر يا إخوان كيوريكم لا ألم لولي نعيش فيه يعني صراحة شيء لا يصدق غامشو نتكلموا على خبر آخر تهو غريبي إخوان وهذه ره درس كذلك لبعض الناس رأى بزاف ديال الناس كان عرفهم بغربك يديروا هات الشي ولكن غير نعطيكم تفاصيل لكن هو أنه هات الشاب اللي كتشوفوا معي مواطن مغربي أشنو هاز في الدو هاز في الدو جوج ديت الميكات ديال الأزبال حاشاكم فين غايد ديهم ما غايد ديهم شي إخوان طوارو ديال الزبال اللي كيكونوا في الزنقة اللي كيكونوا كبار ولكن غايد ديهم هاد الشيستينو هاد السلة ديال القمامة اللي كتكون في السنطر ديال المدن وكتكون في الأزقا لش ديرهم ديرهم باش لكن شي واحد ديز هزو احد فاصلت هزو احد القرعاء بغي لح شي حاجة صغيرة كيلو حفيها ما ديرنهاش باش تلوح القمامة المنزلية هو كان كيدير هاتشي كيهزز بالفلعشية وكيديره اخوان يحطه فوق هات السلة او في الجانب احدى البوتو المهم من بعد ما انه تكرروا يا اخوان تبليغات على هات القادية من الناس اللي خدامن في الشركة دي للأزبال البوليس حاولوا انه ما يعرفوا شكون هو هات السيد ولذلك داروا ليه كاميرات والحاجة اللي مهم هو الذكرات في المقال قبل ما يدروا الكاميرات بشول هاتو كل ميكات وفتحوهم وقلبوهم لعله وعسى تكون شبراق في الاسم الشخص تكون شواتيقة اللي تلاحظ اللي تقدر تدلهم على هات السيد اللي لاحظو كل ميكات يعني الميكات تقلبوا ما لقوا التالشي حاجة ولذلك غيضطروا انهم يدروا كاميرات اللي هم يمخزونين بش يعرفوا شكونوا هات السيد بش غيضعوا هات السيد اصلا كيتبين بلا انه ما عندوش لوراق وما ساكنش في البلدية وما مدكلاريش وما عمرو مراقبوه ولكن باش غيشتدو غيشتدوي اخوان بالصندالة ديالو مكتوب فيها سوبر هاتي اللي كتشوفوا معي في الصورة هاتش راكي ضحك ولكن راه واقعي في نوقع حقه وقعي اخوان في البروفينشا ديال تريفيزو وبالتحديد في البلدية ديال مازيرادا هاتشوف الصنطر ديال المدينة المهم مني لقوا يخوان الصندالة وتباليوا بلأنه من الملاهح مواطن اللي هوية مهاجر مشاول المنازل اللي كانان في المنطقة ودقوا عليهم ودخلوا قلبوا على الصندالة يعني لقوا السيد لا بالصندالة قالوا اذا انت هات الصندالة هي سبابه وبطب يتحلي اخوان حاليين ديبرا كيريس كي باش انهم يعطيه غرامة مالية من الف اورو الى عشرة الف اورو القمامة اراها كتلاح في الطوار ديالها والناس اللي كتلوحي اخوان القمامة اللي هي كتيرة في اماكن اللي هي بعيدة فتحت القانترات او جلب الطريق هذوك راكي خاطروا ولاش دورها كي خلصوا على ريوصهم وعلى جميع الناس اللي سبقوهم لهذا الشي غمشوا نطرقوا الخبر اخر يا اخوان غدي نتكلموا على هات الشاب شاب مواطن مغربي سميتو محمد امين سعيدات واللي توفي يا اخوان هذي يومين ما غديش نقولوا توفى رسميا ولكن توفى سريريا حاليني اخوان اراها في المستشفى كومة اللي هي كومة معمرو غيفيق منها يعني السيد سريريا في المستشفى راهم توفي اللي مخلي حيهم المكينات ولذلك يا اخوان يعني كيتكلموا على الوفاة ذي لهذا الشاب الله يرحموه يا اخوان وتعزين الحارة العائلة ديالو هاتش يوقع في مدينة بولتصانو سيدي اخوان في شمال ايطاليا كان غدي اخوان هو صديق اخر مغربي اللي عنده 35 هو كمل 27 عين لحد اللي داز غادي بشي باتو فيشي مكان بحالشي غار اللي قريب من المحطة ديال القيطار موهم كانش يدخي لكي باتو في هالناس الوقاية اللي غاديني اخوان غايدو زدران اللي هو يفريتشاروسا غايدربهم بجوج المواطن المغربي اللي عنده 35 غايدكون عنده جروح طفيفة والحدود سارها مازال في المستشفى اما المواطن المغربي هذا غايد بل الحالة ديالو جد حارجة ديجا في الساعات الاولى غايد ديه المستشفى غايد بقالي مدة ساعات وهو كومة ومن بعد غايد غايد عنو الوفاة ديالو سريريا هاد الشخص على حسب يا اخوان ما قال المسؤول ديال كروشيروسا اللي عندها هذوك الليطوات كيباتوا فيهم الناس اللي هما يبيدون مأوى قال لك هو يا كان في اللائحة وكان كل تلتيام يومين كيجي عدني سوو النواش وجد ليش الليطو وكيعود دفع الطالب من جديد وقال لك كنا غا نعيطو لي في الايام القادمة يعني تلتيام اربع يام كنا غا نعيطو لي باش نقولوا لي الليطو ديالك راه وجد لأنه في القرادواطوريا كان طالع رطابية حالي اخوان ما اكتبش ليه وقعت لي الحارثة وكان كلام كذلك على الازمة ديال البرد اللي كينا حاليه في شمال ايطاليا والناس اللي بدون مأوى في مدينة بولزانو كينا ازمة الناس اللي كيقدروا يعطيهم اخوان واحد الليطو ينعصو فيها راه مشي تسعين خمسة وتسعين في حين أنه المسؤول لهذه الجمعية تيقولك بلا أنه هو الناس اللي كيدروا عدنا الطلب عير هذه اسبوع كانوا 130 شخص البروفينشا ديال بولزانو شرأت واحد المبنى اللي هو يقديم ومن هنا ثلاثة ديال الاسابيع غير رجعوه اخوان مبنى الناس اللي هما يبدون مأوى وتقاربا غير يوجد فيه 150 سرير ولكن مشي دابا من هنا ثلاثة ديال الاسابيع ما تنسوش هات الشاب يا اخوان من الدعاء ديالكم والله يرحموا غنتكلموا على خبر اخر وكيف ما كتشوفوا معي الاخبار اليوم ديالجالية المغربية رها كتيرة هات الشاب يا اخوان عنده 23 سنة مواطن مغربي وكيف ما كتشوفوا في مدينة اخوان الالساندريا في البيامونتي غادي خرب ثلاثة ديالكنائس غايمشي يا اخوان وغي هرر الصاليب اللي عنده موس الكنيسة مش هل ثلاثة ديالكنيسة سميختال فيه عنده 23 عام وكيدرف هات الاعمال وكيقول بلا انه غاين تاقم من اجل الاخوة الفلسطينيين اللي كيموتوا في القطاع ديالغزة يعني اضطر عليه بالزاف الحرب اللي كينا حاليا في القطاع ديالغزة المهم تهما اللي تعطاته في الاول هي إساء الوحد ديالة ولكن البريفاتو ديال مدينة الالساندريا كان عنده رأي مخالف لانه هات السيد بالنسبة لي يشكل خطر على المجتمع من غير انه كانت عنده مقاومة ديال الرجال الشرطة ولذلك تمطر دياله من ايطاليا سريعا مواطن آخر وهذا الخبر تنتاشر عير اليوم ما وذكره في الأخبار ولكن هات الشي وقع نهار 29 في شهر 8 يعني هات الشي قديم ولكن حيث كينا يا إخوان هذه الحملة ديال أنه إسلام المسلمين غزة وذلك الشي رأي خبر تيخرج دابة إنا ما كانش خارج في السابق هاد الحال لمواطن مش المغريبي ولكن مواطن جزائري عنده يا إخوان 37 سنة ومني وقفوه رجال الشرطة في مدينة ميلانو في المحطة ديال الميترو باشي كونتروليه غادي تعصب وغايدر المقاومة ومن بعد إخوان غادي غادي يدفعهم وغاي بغي بغي يجبتشي حاجم الشكارة تبين من بعد بلا أنه وراه موس ومنك كان بغي يجبتشي حاجم الشكارة بدك يغوث الله أكبر طبية الحال إخوان أراكيف ما كتشوفوا معايا هاد الخبر تقدر تقارنه بالخبر الأول اللي تطرقنا له ديال السيد اللي كان راكب في طيار يعني البيلوت اللي خاف يعني من واحد النحية ما غتلوه موش راهب يعني كين واحد 150 شخص ولمية 20 شخص اللي راكب معها ولذلك راهب بسبب هاد الناس وهاد النماذج علش الناس اللي سكتخاف من كلمة الله هنا في الدول الغربية يعني راهب بسبب ناس اللي خسروا الصورة ديالإسلام المهم هادا تبين بالله انه كان مقاتل ديال داعش وكان مش حار في سوريا وكان اخوان مش للجزائر ومش تدوهش وكانتقلب عليه الجزائر بغى باش تشدوه ومش الباريز ومش تدوهش ومش البلجيكة ومش تدوهش ولكن طاليا عنده مراقبة جد مشددة لو قيت اللي بغايد المقاومة ديالرجال الشرطة شدوه دول كويس سورة داروني الكنترول وتبين بالله انه جزائري وكان في حقه مذكرة بحث دولية ولذلك رأتم القبض عليه غامشو الخبر آخر هي تعلق اخوان بمومو مومو اللي هو واحد طفل مصري كان توفى في الاشهر الماضية بسبب واحد الحادث اللي تسبب فيها شاب مغربي وتبين بالله انه ذك الشاب المغربي كان صيق واحد السيارة اللي هو كاريها ورجل مقبصة وكان تحت تأثير المخدرات ربما كان شارب وكانش يحويجي اخوان كوكاين ولا حشيش المهم السيد ما كانش واعي وكان غادي بالسرعة اللي هي مفريطة يعني فيت السرعة المسموح بيها بالعشرات ديال الكولومترات في الساعة المهم الخبر انتشر في الطاليان اثر في الرأي العام مش يعرف في ميلانو ولكن في المستوى الايطالي كامل والخبر اللي طرق لليه سابقا واللي بزدية الناس ما تقبلاتوش هو انه الشاب اللي قتله حكموا عني بتسمنة سنين ديال السيجن ولكن يومين من بعد ما تم نطقه بالحكم المحامي ديالو طلبش انه يمشي دووز العقوبة في الدار وحاليا من بعد ما انه دار جريمة وقتل شاب راك يدووز في العقوبة ديالو في المنزل وربما يقدر يكون يشوف هذا الفيديو يعني باش تخينوا يا اخوان العدالة في الارض راها ما كيناش المهم اللي كين هو انه العائلة من بعد اخوان ظلم اللي تعرضت لي في الحكم القدائي والسيجن كدووز العقوبة في المنزل غادي تعرض للظلم آخر اشنا هو يا هو انه ولأسباب بورقراطية ما غيتمش تعويض ديالها من لاسورانس يعني تخيلوا معاي حتى الدية ما غي ياخدواش في الولد ديالهم اللي يضاع ليهم علاش كيف ما قلت لكم لأسباب بورقراطية تبين بالله انه الطموبيل دارت لها المتريكولاسيون في بلاد اخرى ماشي في الطاليان وكارهة شخص آخر ماشي الشخص اللي كان سيقها ولذلك لاسورانس قتلهم بانايا ممكنش لينعوض في هاد الحالة يعني رفضات انها تعوضهم داب الموحامي ديال العائلة غير فعي اخوان واحد الطان امام واحد الجمعية اللي هي ايطالية ديال مراقبة شركة تأمين ونتمنو انهم يدري معاهم شي حال في حين انه اخر خبر مواطن مغربي اللي لقيت اللي بشه بشي ياخد موعد في الكوموني بشي تزوج مع مواطنة ايطالية المواطن عنده 27 عام مغربي اللي غيمشي اخوان بشي ياخد الموعد غادي شدوه لانه في حقه كان عقوبة سجنية ديال عشر اشهر هاد السيد كان كدير المشاكين مني كانت عنده 19 عشرين عام صاري قوى النصب وراكم بزر ديال الجرائم وحكمات المحكام عليه بعشر اشهر مدوز مننا احتش نهار لانه كان اخوان مبحوث عنه ما لقوهش احتلقى وحد شابة ايطالية غايتزوج بها مني مشا بش ياخد الموعد جاوب بيحتو عليه لقوه بلا انه راه مبحوث عنه ولذلك شدوه اخوان في السجن ولذلك غايتم تأجيل تاريخ ديال الزواج دياله هادش بطبي يكمل لانه على حسب ما كيتبيين الزوجة المستقبلية اللي هي ايطالية من مدينة بيرغامو ما كانت تعارفة نهائيا بالماضي ديال هادشاب هو بطبي يتحلي اخوان قالوا انا راني ندمت على هذك شي وراني تغير ثم مبقيت مواطن من هذك النوع ولكن هما ياخوان قالوا لي حكم قضائي ارا خصو يتطبق كيف ما كان الحال فالفقرة يا اخوان غادي نتكلموا على سوء الاحوال الجوية اللي كين في توسكانا وحاليا كين اخوان نشرة تحذيرية من لون برتقالي ضيجة في بعض البلديات من بينها البلدي ديال براتو مونطالي مونتي مورو وبلديات اخرى صدوا المدارس ابتداء من هذ العشية وحتقدة ان شاء الله مستدودين زيد على ذلك بلديات مونطالي وزعتها على المواطنين اللي ساكلن بقبل الواد الواد اللي كفما قلنا لارجيني ديالو لحدود ديالو تفرقعات وخلت انه الماء يدخل على المواطنين من غير انه وزعت تلتالاف اخوان خنشة ديالت الرملة السين دا كوكي نصح جميع المواطنين اللي ساكل مجيب الواد انهم يفرغوا السفلي ديال المنازل يعني الاشي واحد عنده السفلي والبروميان من الاحسن يخوي السفلي ويطلع البروميان محد كينا اخوان هاد النشرة تحذيرية بطبيعة الامطار رهكي تطيح حاليا في العدة مناطق من التوسكان من بين هاي اخوان غتكون امطار قوية وشديدة مصحوبة بعواصف وكذلك الرادي اخوان والبرق في البروفينشا ديال الفيرنس آريتسو بيزا غروسيتو وسيينا بطبيعة كنت تكلمو كذلك على المدارس مسدودة في البلديات الاتية البلدي ديال براتو البلدي ديال مونتي مورلو كواراتا وكذلك كامبي غنت تكلمو كذلك اخوان على الواد الواد اللي كيفما قلنا هاداك الحدود اللي عنده يعني هاداك الترابل اللي كيكون مراكم في الجنب دياله ولي ربما في بعض البلديات خصوصا في التسكانة راك يكون واحد الكمية ديال الترابل اللي هي كتيرة الناس قدر تجري فوق كتدير فوق الرياضة يعني كيكون بحل واحد لما صار هاداك اخوان راب بسبب تيار اللي كان قوي دبا حالي اللي جيها كتعود تبني فيه ولكن على حساب شهود عيال قالك بالله انه فعلا اه كيبنيو ولكن راك يريب من جوي اخرين يعني ما قدروش لحدود السعي اخوان يصلحوا ذاك الواد بحكم انه الامطار ما زال كتصبي اخوان وكي ننشرة حذيرية الى غاية بعد الزوال يعني الربعة ديال الشياء ديال يوم غد الجمعة فهذا الفقر يا اخوان غد يرجعون تكلموا على اندي غريغوري اللي هي طفلة بريطانية عندها 8 ديال اشهر وهذه تقريبا 4 عيام تعطيتها كذلك الجنسية الايطالية في 8 ديال دقائق دار مجلس ديال وزراء طارئ اللي خرجوا فيه واحد القرار اللي يعطيها الجنسية وهذا القرار سيفطول الرئيس الجمهورية مطاريلا مضع لي وفغوضون 8 ديال دقائق فقط تعطيتها الجنسية الايطالية باش يعطقوها وباش يقدروا يجيبوها تاخد علاجات هنا في ايطاليا الا انه اليوم اخوان وها الشي كان في الصباح المحكمة العلية ديال البريطانية من بعد ما انه رفضات الطعن ديال الاباء ديالها قالت بلا انه الطفلة خاصوا محيدوا عليها الماكينات اللي يعاون ها انها تنفس باش يخلي وها ايطالي الجوش ديال بريطانيا كان خاصوا محيدوا بريز لهذوك الماكينات الا انه اخوان غايت دخلوا القنصل الايطالي اللي كان في البلدية ديال مانشستر وغاي يقدم واحد الطعن الى المحكمة العلية البريطانية هذك الطعن مني وصل لهم اعطاوي اخوان واحد تمدي ديال الجوش ديال المعاهدة ديال هاي اللي كتخص الاطفال القاصرين وقالب لانه على حسب هاد المعاهدة احنا خاصنا ناخذ هاد الطفلة وحنا اللي خاصنا نداويوها باش نشرح لكم هاد النقطة الطفلة عندها مرض نادر الموسكول ديال ها العضلة ديال ها مكي كباروش الحالة ديال ها ما عندهاش علاج حاليا ومعمرها غدي تحسن بل وضع الصحي ديال غدي وكي تدهور وهاد الشي اللي يكبد هاد الطفلة اللي عنده ميدي ديال الاشهر يعير آلام مجانية القطيب باللينجليس يقول لك راه ما يمكن انها تشافة وحاليا كتتعدب والقاداء البريطاني تقول نفس الحاجة تقول لهم دري غ تتعدب خاصنا نرحموها ونحيدو لها الماكينات باش ما توقاش تعدب وتموت فراحة ديالها لانه ما كانش حل ما كانش علاج اللي بغين يديرو هاد الاباء هو واحد نوع ديال الرعاية اللي اسميتها اخوان الرعاية التلطيفية يعني مني كيكون واحد السيد اللي عنده واحد المرض نادر ومرض اللي في آلام كبيرة المرتبة 15 فهد النوع ديال الرعاية اول دولة واحسن دولة فهد النوع ديال الرعاية هي بريطانيا يعني هاد الطفلة كون كانتش حاجة غدار لها فعلا كون دارتها بريطانيا ولكن ما بقاش الحل اللي كيوقع حاليا هو اخوان كان شوي ذيال السياسة ايطاليا حتفى حكومة يمينية ولذلك كيحاولوا باش انه يقولوا الناس شوفوا احنا راهزوينين بغينا هالطفلة تبقى عيشة في حين انه البريطانيين شوفو حلقا صحين ولكن الواقع ديال الامر ليس هكذا راه هاد الطفلة كون كان شي حاجة دار لها كون دار هالبريطانيين اولا مغيسمحوش في بنت بلادهم ومغيسمحوش فوحا الطفلة صغيرة باش يعطيوها هالدولة تانية هذي اول حاجة اما تاني حاجة من ناحية العقلانية احنا نكن تكلموا على هاد الموضوع نقدروا نقولوا اه فعلا من الاحسن انه هالطفلة توفى باش ما تبقاش تعدب ولكن الله اللي يعان بالوالدين الوالدين راكي يقول يقول البنت ديالنا محاربة والتشبت ديالها بالحياة هو خير دليل خليوها تعيش ما بغاش توفى وما بغاش تموت حتى هيا يعني بحالك يحاولوا انهم اخوان يتكلموا بالاسم ديالها ولكن العين والاطيب يقولوا اشياء مختلفة من ناحية الانسانية كنت فاهم بزاف الوالدين ديالها ولكن من ناحية السياسية ذاك شركة تقوم بالحكومة الايطالية لا اتفق معها نهائيا راه احسن بلاد فالرعاية تلطيفية هي بريطانيا فهذا الفقر يا اخوان غادي نتكلموا على هاد الاسادة اللي في الصورة هاد الاسادة هي الاسم ديالها حانان حمود كتقرر في مدراسة بريفيك في البروفينش ديال تريفيزو مدراسة ديال خلاص بطبيط الحال هاد السيدة كتقرر الرياضيات تخرجت في لبنان وهي عند جنسية لبنانية تخرجت وعند ايجازة في العلوم ومشاتي اخوان اخذت ايجازة كذلك في الرياضيات من الجامعة ديال دبي سيدة عند تكوين عالي للغاية لو قيت الرياضة بتتخدم في الطاليان هاد المدراسة الخاصة دخلتها تخدم عندها سريعا لانه سيدة عند تكوين عالي وطبي الحال اللي غدي يوقع هو انه هاد السيدة في واحد لحظة من الغضب في واحد اللحظة اللي كانت متأطرة فيها بزاف وفي واحد اللحظة اللي كانت مقلقة فيها بزاف غدي تهزي اخوان واحد ستوريا اللي كتتكلم عن ذاك الشي الواقع في غزة وربما يكون قصف ديال الاسرائيل لغزة وربما يقدروا يكون الصور ديال الاطفال اللي توفع يعني ذوك الفيديو وات اللي كي روجوا في الانستغرام هزيتوا في ستوريا ديال الانستغرام وكتبت يذهبوا الى الجاحيم هيتلير كان عنده الحق كتتكلم على اليهود وطبي تحال هاد شي كي تسمى معادة السامية ميساج اللي هو ولكن فهذيك الدقائق القليلة شافتها تلميذة اللي كانت تقرأ عندها دارت سكرينشوت يعني اخذت صورة لهذاك الفيديو مشاش وريت هالواليديها والوالدين ديالها حطوا ديك الصورة في الاباء ديال المدرسة ديال هذك القيسم ومن بعد شو الشاكاوي الى المدير اللي من بعد واحد العطلة ديال الاسبوع اللي كانت في المدرسة عيط لها وقال لها اشنو ديال كتبتي شرح لها انه عند اصديقاء في قطاع الغزة وفي واحد اللحظة ديال الغضب وتحت التور كبير دار ديك ستوريا ولكن سريع عن ممحات هو بطبيط حل مكانش عنده خيار اخر من غير انه يدير لها السوسبنسيوني التوقيف وحاليا هاد الاسداد رهم وقفة هي حاليا لانه الحديث ديال مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك مواقع الاخبارية الحاجة الاخر اللي سنقول لكم هو انه في التعاليق مني كتقرر التعاليق على اشياء اللي عند علاقة باسرائيل وفلسطين كتلقب لانه لاغلبي ديال الناس مع القضية الفلسطينية على الاقل هنا في ايطاليا وعلى الاقل في التعاليق فهد الحالة لها السادة مني بشي تنشوف التعاليق لاغلبي الناس تقول لك هاد السيدة مخصص التوقيف هاد خصص التمحى من السجل ديال الاساس ديال ميبقاش عن دهان يهائيا انها تعلم الاطفال شي حاجة والتلاميذ علاش لانه ذاك الشي حنا كمغاربة ما غاديش نعرف الخطورة ذاك الشي لك تبات ولكن عرباش نفسر لكم الخطورة ديالو هاد السيدة كتف تاخر بهيتلير يك اللي هو يشكون هو هو ديكتاتور تسبب في الحرب العالمية التانية تسبب في الوفاة ديال الملايين ديال الناس واللي كان يآمن بوحد اللي بحالو الباقي يخصوا يتقتلو من بين هاد الناس اللي خصوا يتقتلو كانوا اليهود كانوا كانوا كذلك الناس اللي عندهم اعاقة وكنضن والله اعلم بوحد نسبة كبيرة كون كانوا المسلمين متواجدين في المانيا كان غادي يقتلهم كيف مقتل اخوان الناس من ديال ناس اخرى يعني هاد الفكرة ديال الناس تتباهى به وكين عارب وكين الناس اللي تتفرج دب حالين تتباهى به وكي يقول لك احق اكون عرح ييد هم كاملين ونزيد كم اخرى اخوان بوحد نسبة كبيرة وهذا تفكير ديالي انا شخصي هاد شي انا كنفكر فيه منذ سنوات ومآمن به اراه كل ما كانش اخوان هاد الدكتاتور اللي بعض الناس كتباه به اراه ربما ما كانش غتكون الدولة ديال كيان الصهيوني غتقول لي علاش لان هم هاد داروها داروها لهم الدول الغربية القوية باش يدير لهم دول يكون فيهم امن ما يبقوش عرض الاضطهادات وما يبقوش دول يقلب عليهم ويقتلوهم اراه كل ما قتلهم شي يطلو دارو دار فيهم ذيك الحالة ما كانوش غتطروا انهم يديرو لهم دول باش يحميوهم انا هذا عير تفكير ديالي والله اعلم يعني الناس كتباه به كانت يقتلهم اراه بالنسبة لي انا هو السببب في النشوء ديال الدولة ديالهم والله اعلم المهم ده بها السيدة حالين الجديد ديال اخبار اللي كتجينا من القيطع ديال الغزة واليوم كانت اخبار مهمة واول حاجة غدي مدو بها هي الحصيلة على حسب اخوان وزارة الصحة اللي كان في القيطع ديال الغزة اليوم الحصيلة كتتكلم على 10.812 شخص اللي توفاوا مابيناتهم 4.412 طفل 2.918 مرأة وكذلك كتر من السمية الشخص اللي هما يا كبار السين اما البقية فهم رجال بطبيعة حالي اخوان حصيلة اللي هي تقيلة اما العدد ديال الجرحة رات قريبا 27.000 جريح ومني كنت تكلم على الجرحة را كين اخوان اللي تقطعت لي رجلو كين اللي تقطعت لي دو كين يا اخوان الحالات مختلفة على ذكر الجرحة اليوم اخوان الوزير ديال الخارجي الايطالي طياني قبل انه ايطاليا مسعدة بتنصيق مع السلطات الاماراتية انها تستقبل القاصرين الفلسطينيين اللي كانوا في قطاع ديال غزة باش انهم يتلقاوا علاجات في ايطاليا كيتكلم عن الحالات اللي هي غير هات اول حاجة اللي غدي نفكر فيها باش نحمي المدنيين هو ان ندروا هدن انسانية يعني وحد الهدنة انسانية لابد منها ومن بعد نفكر في توقيف اطلاق النار هالتوقف اطلاق النار لحد السعي اخوان امريكا ما متفقش معه ما بغاش تدير ولكن امريكا قدرت انها تقنع اسرائيل باش دير ربعات السويع كهدنة انسانية يوميا في الشمال دي القطاع غزة يعني هدنة انسانية باش تقدر توصل المساعدات وبطبي يتحل اخوان هاد ربعات السويع غيكون كل نهار في الشمال دي القطاع دي الغزة ماشي وقف اطلاق النار وهذا وقف اطلاق النار هو اللي خاص يتفق عليه وقف اطلاق النار رخص يكون مطول مايمكن انه يكون مدة دي الجوش دي السويع هاد شي كنتكلم على هدنة هدنة لانه يعني زمن محدد تقدر تكون جوش سويع ربعات ست عشرة وفي هاد الحلرة هاد السويع اما وقف اطلاق النار راي يعني بحركة حبس الحرب هاد شي اللي حاليا دي الاشياء اللي قامت بها والجرائم اللي قامت بها الحركة دي الحماس نهر سبعة في شهر عشرة تاني نقطة هو انه اسرائيل عند الحق في الدفاع للنفس دي الها تالت نقطة هو انه الجيش الاسرائيلي من بعد العمليات العسكرية اللي يقوم فيها في القطاع خاص يخرج من القطاع دي الغزة وما يفكر نهائيا انه يحتلها او انه يسيرها اداريا تالت نقطة او رابع نقطة هو انه غيكون دور كبير عن السلطات الفلسطينية اللي معتارفة بها الدول دي العالم واللي مرأس هي اخوان ابو مازن يعني كنت تكلم على فتح هما اللي خاص تعطاهم السلطة كذلك في القطاع دي الغزة وعير يعني غيكون من الصعب جدا انك تجي وتعطي الفتح قطاع دي الغزة في حين انه حاليا لواقع في فلسطين هو انه اكبر حركة عندهم عندها تأييد سياسي هي حركة حماس الى انتخابات غدا في الضفة الغربية وفي قطاع دي الغزة غطر حماس وهات شعل منذ سنوات طويلة ابو وما زل ما كيدرش الانتخابات في فلسطين وباقي اخوان كبر في السن وما بدلوش الرئيس ابو طبي يتحل من غير هات الشي غادي نتكلم كذلك على انه توركيا اليوم عن لسان الوزير دي الخارجي دي الها تكلم على انه الاتحاد الاوروبي راه من الجهة الخاطئة دي التاريخ امام مجازر اللي ترجعنا الى الظلمات دي القرور الوسطى يعني كيتكلم على انه الدول الغربية خاصة تكون اكتر توازن في السياسة الخارجية دي الها اليوم كذلك اخوان حركة حماس خرجت فيديو يعني كتائب القسام دي الجوش دي الرهائن او اسرائيليين طفل صغير ومرأة وتيقلوا لانه باغن يطلقوهم من اجل اسباب انسانية وطبية وربما مراد ولذلك بغاوا يطلقوهم ولكن ما كانش ضرف باش يطلقوهم خاص واحد الوقف اطلاق النار باش هاد الناس يقدروا يخرجوهم ويسلموهم بواحد نسبة كبيرة الى الهلال الاحمر زيد على ذلك احتر يومي اخوان الوزير دي الخارجي الايطالي طياني قال الاسرائيليين ولذلك ايطاليا ما غدتتافقش نهائيا مع وقف اطلاق النار حتى حركة حماس ما تبقاش اطلاق الصواريخ واخر خبر اللي غدين تطرقوا لي هو انه المخابرات الامريكية تيا وكذلك المخابرات دي الاسرائيل طلقوا اليومي اخوان مع الوزير دي الخارجي القطاري وكذلك المخابرات دي لبنان الوزير دي الخارجي كان ضيج اطلاق اخوان في الساعات الماضية مع حركة حماس ولذلك هاد الاجتماعات اللي هي ما كتشوف على المخابرات دي الدول اللي هي مهمة راهك تدار من اجل الرهائن والاسراء باش يتم اطلاق الصراح دي لهم وطبي حال كين المخابرات اللي كيقوموا بالعمل في الخفاء ولكن في العالم كتخرج اسرائيل وكتخرج حركة حماس كتكذب هذا الشي وكتقول بلانو ما كين لاتفاق لاتشي حاجة ولا كيلتحت لتحت راهم كيتتافقوا باش على الاقل الناس تخرج وكل واحد كيقول الشروط ديالو كالي تيقول لك لحنا نطلقو محتى يخرج الناس اللي كين في السجون الاسرائيلية واسرائيل كيقول لك لا يطلقوا وعادش نديروا واحد لهدن الانساني او نديروا وقف اطلاق النار وكل واحد عنده مطالب نتمنى وانه يا اخوان هاد الحرب تسالف اسرع على الاوقات لانه الناس اللي كتاكل العصا هي المدنيين فقط